يوم قدم ذاته لأجلنا على خشبة الصليب فتح لنا طريق مقاومة لا تعرف التراجع والاستسلام حملة صليبها بفخر وثبات من ماريوحن مارون وصولا إلى فخامة البشير وصبحة الشهادة تتلو البيت تلو البيت وما زالت الأمانة مصونة بفكر حكيم وجليس سمير وقائد صلب سطر بإيمانه وقائد صلب سطر بإيمانه من داخل زنزانة أعظم ملاحم الحرية أيها الحضور الكريم اليوم شرفني الدكتور سمير جعجع والهيئة التنفيذية بتكليف تمثيل حزب القوات اللبنانية في الانتخابات النيابية عن المقعد الكاثوليكي في منطقة جزين شكرا لك أيها القائد شكرا لك أيها القائد على الثقة التي منحتموني إياها وأنا أعاهدكم أمام رفاقي وأهلي بأن أعمل بكامل طاقاته من أجل تبيان الصورة النقية والمشرقة لحزب القوات ليس فقط على صعيد جزين والقضاء إنما على مساحة الوطن مبادئنا قوات وإرادتنا لبنانية وعزمنا جزيني وقدرنا أن نقاوم وقدرنا أن نلتزم النضال نحو منطقة جزين القوية إن سعينا لم يكن يوما لمجد باطل أو كرسي أو نمرة زركاء بل تموحنا هو أن نقاوم من داخل المؤسسات أن نساهم بالتشريع أن نرفع الغبن عن منطقتنا أما ترشيحنا اليوم ما هو إلا قناعة وإيمان أن القوات اللبنانية هي اليد التي تعمر في أيام السلم ووقت الخطر شو يا شباب أهلي ورفاقي تربطني بكم كسة ندال طويل جئنا من منطقة كان الصمود فيها معجزة معاً صمدنا معاً قاومنا كل الجيوش الغريبة التي حاولت احتلال الأرض والبشر وحافظنا على وحدة مدينتنا وأهلنا وكانت منطقة جزين العلامة الفارقة بين كل المناطق اللبنانية لأنها فعلاً بقيت رمزاً للتعايش المشترك بين كافة مكونات وأطياف مجتمعها فكما هي الحال في بلدة روم حيث كانت وما زالت انموزجاً يحتزى به في التعايش الذي حافظنا عليه بالقول والفعل وبقينا جميعاً إخوة تجمعنا روح المحبة والانتماء وحب الأرض وعشق الوطن تاريخي في القضاء معروف ولدى الجميع وللقاصي والداني وضوح الشمس لون انتماء واضح وضوح الشمس ولوني أخضر بلون الأرزة وجزوري على امتداد كامل مساحة الوطن إن لبنان الكيان لبنان الإنسان الغدو المشرك إن هذا اللبنان له عاملون فهدفي هو خدمة بلدي ومنطقتي وأهلي ورفاقي وين جورجي أنطواني هاي تبدا هي على كاملي فهدفي هو خدمة بلدي ومنطقتي وأهلي ورفاقي على أكمل وجه وأن أكون صوتهم وهويتهم وكيانهم داخل الندوة البرلمانية وأن أكون على قدر آمالهم وأمنياتهم وعلامة الفارقة عشق الصارخ لأرض الجنوب وحب الكبير لأهل الصامدين ورفاقي ووفائي لقائدي وحزبي والتزام الكامل وإخلاصي لوطن لبنان لجيشه الذي سطر وما زال بطولات تليها بطولات فنحن كقوات بصمت نعمل من دون كلل أو ملل ففي نيسان 2017 نظمنا مؤتمرا للتنمية وعدينا أبناء المنطقة بتنفيذ توصياته وجعلنا هذا المؤتمر له برنامجا انتخابيا وانمائيا نستجيب من خلاله لحاجات أبناء المنطقة ومن أهم مشاكل منطقتنا هي النزوح سوف نقف سدا منيعا فمن قاوم التهجير بالحديد والنار سوف يقاومه بالاستثمارات والازدهار سوف نطالب بالإنماء المتوازن بين المناطق حيث لا يسجل نمو منطقة على حساب منطقة أخرى فبالرغم من الصعوبات والتحديات لم نفقد الأمل فمنطقة جزين سنجعلها فصحة للأمل والرجاء أما مشيئة الله فلم تكن يوما مبنية إلا على الرجاء والصبر إن مشيئة الله هي العيش بحرية وكرامة ونبز التبعية والاستزلام أهلي ورفاقي فليكن انتخابكم للقوات اللبنانية للدفاع عن الحرية والكرامة بل انتخبوا وفاءا للشهداء وبطلاتهم فليكن انتخابكم على قدر تضحياتهم وتطلعاتكم فلنقترع من أجل الجمهورية القوية جمهورية لا تعرف الخوف جمهورية ديمقراطية لا تعرف التنازلات ولا المساومات فلنقترع بكثافة للقوات اللبنانية رفقاتي رفاقي قائد الدكتور جعجع إن لبنان وطننا وله مجندون القوات قضيتنا ولها ملتزمون جزين منطقتنا ولها منتسبون من أجل عزتها وقرامتها وازدهارها لها واعدون نحو جزين القوية مثابرون وإلى أبد الآبدين ودهر الظاهرين أمين